لسا مكملي معاكم فكراتنا وزي ما كنا بنقول في البداية النهاردة بعد ثورة 25 ينار لحد النهاردة وكل يوم الحالة النفسية والمزاجية المصريين بتتغير فيه أشكال كتيرة جدا من التغيير فيه ناس بتتفائل فيه ناس ممكن يكون تدعيب عندها إحباط وفيه ناس بدأت تدخل في مود الاكتئاب اللي احنا دايما بنتكلم عليه مع تغير الأحداث كل يوم في الشارع النهاردة معنا دكتور أشرف سليم استشاري الطب النفسي وأستاذ علاج السموم والإدمان بالكسر العيني حيكلمنا أكتر على الحالة النفسية المصريين بعد ثورة 25 ينار صباح الخير صباح الخير يا دكتور في البداية فعلا نريد أن نتكلم مع حضرتك عن الحالة المزاجية للشعب المصري بعد ثورة 25 ينار لحد دلوقتي أول حاجة هو الشعب المصري شعب مسالم يعني دي صفة من الصفات بتاعته الحالة المزاجية دايما متقلبة يعني أقل حاجة بتفرحه أقل حاجة يعني تخليه حزين أحنا كنا متصورين عاطفي بمعنى أنه عاطفي هو الشعب عاش 17 يوم أثناء الصورة حالة الاكتئاب اللي كانت موجودة عنده قبل الصورة اختفت تماما في 17 يوم دول 18 يوم بعدها شعر بتفاقل جامد جدا أنه هيحصل تغيير جزري في المجتمع وفي هيئات المجتمع وده فوجأ بعد كده بأن كل حاجة بالعكس محاكمة المخلوع أمام محاكم جنائية مدنية ومحاكم عسكرية للصور وصرعة في تنفيذ الأحكام العسكرية بالنسبة للصور والعكس صحيح بطء شديد في المحاكمات للمخلوع ده جعل فيه نوع من الإحباط عند الشعب المصري لأنه كان منتظر أن فيه تغيير هيحدث لكن التغيير لم يحدث مش كده كمان ابتدى أحداث معينة وراء بعض كل الأحداث ديت من مصرح البلون لمسبيره لمجلس الوزراء مسبحة بورسعيد مسبحة بورسعيد دي هي الأشعة اللي قسمت ظهر البعير ليه بقى؟ لأن أصبح دلوقتي اتحتى الغالبية الموجودة في الشعب المصري لأننا بحكم العيادة النفسية وغير من زملائي كلنا بنقابل المصريين وبنحتك بيهم احتكاك مباشر وشايفين الرؤية أوضح جايزة من أكتر من أي حد فشايفين أن دلوقتي لابد بسرعة أن يحاكم المخلوع بسرعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية أمام محاكم ثورية وليست محاكم وخاصة أن دايماً في حجز مشارعية ثورية الشرعية الثورية قدام العالم كله بتجعل من الثورة أن يوجد محاكم ثورية لمحاكمة من تسبب الفساد الاجتماعي في 30 سنة وأدى إلى هذا الفساد اللي احنا موجودين فيه المستشري يعني خليعي أعرف من حركة بالتحديد الناس ابتدت حالتهم المزاجية تتغير نتيجة لأنهم بيشوفوا حاجات أحداث جديدة أصبحت صورة قطمة سوداء يعني فشل توقعاته وكلما بيتوقعوا شيء أنه ينجح بيفشل أصبح في صورة سوداء قدامهم أنا قدر أقولها أن هي مراحل اكتئاب كتير جداً لكن هنقول أن هي بدخلنا في الاكتئاب ودوت يعني بسبب أن الأحداث الجارية زي ما يكون واحد زي ما يكون مخطط معمول وناس قاعدة طول النهار قاعدين يخططوا للشعب المصري ده إزاي نقطع النسيج بتاعه إزاي نفرقه إزاي نخلي كل جزء في حتة إزاي نخلي أن الناس كلها مش متفقة الانكسامات والتخوين والمؤامرة تمام وده مش مفهوم ده مش لصالح الشعب ومش لصالح الانتاج طبعاً خدت بالك الاعتصام ممكن يكون في صالح الانتاج لأنه هيغير لكن التفتيت ليس في صالح الانتاج لما أنا النهاردة قفتت الشعب المصري وعمله نسيج وكل من ليه رؤية يبقى خائن لا يعني اللي عايز يعتصم أو عايز يعمل حاجة ده إنسان ليه حرية الرأي طبعاً أنا عايز أقولك أنا سعيد جداً أن طلبة المدارس أو المبارح كانوا أيمين باعتصام أو مسكين ده بالنسبة لنا نحن من ناحية نفسية بننظر لها رؤية تانية خالص بننظر لها إن نبتدى نرجع للزمن الجميل سنة الثلاثة وعشرين لما كانت المدارس والطلبة عندهم وعي فكر سياسي للتعبير عن أراءهم تاني من جديد أنا بشوف دوت بيتحقق دلوقتي في الجيل الجديد ده طب الحمد لله عشان يبقى عندنا أمل شوية وبعدين الجيل الجديد ده هو اللي بيصنع دلوقتي الأحداث وعلينا إن إحنا نحترمه جداً طلبة المدارس نحترمها طلبة الجامعة نحترمها زي سنة الثلاثة وعشرين إحنا كنا بنحترم الطلبة وبنعمل ليها احترام قوي جداً وما نحاولش إن إحنا ننتهك ونقول إن هما ناس مش فاهمين أو طلبة لسه صغيرين لأ ده الفكر الثوري بيتبني بمراحل كفاية إحنا قعدنا قاعدين أجيال كتيرة ما بنتكلمش واللي إحنا فالحين فيه دلوقتي إن إحنا نقعد كلنا في الجلسات ونتكلم على الصوار ونتكلم على الكلام ده لكن هما عملوا واقع فعلي عملوا ثورة نجحوها وخلعوا الدرس الكبير المخلوع من الحكم وثبتوا حياة سياسية في مصر لها مستقبل كبير جداً فيها إن شاء الله إن شاء الله طيب خليني بقى يا دكتور كمان زي ما ثورة خراجت أحلام عند المصريين وديتهم نظر التفاؤل وكسرة حجز الخوف خليني فيه تشبيه لحضرتك إن المصريين ما بين السماء والأرض أيوة بمعنى بمعنى إن هما كان لهم أحلام كبيرة جداً ودائماً الأحلام يعني هما نزلوا انتخابات مجلس الشعب وانتخبوا مجلس الشعب اللي هو موجود الحالي يعني واضح إن فيه رغبة في التغيير ورغبة عند المصريين يحصل فيه تغيير وإنتي شفتي طبعاً في مجلس الشعب الطوابير الطويلة ما فيش حد حتى الشباب كان غالبيتها من الشباب كلهم داخلين بالبطاقات بتاعتهم وعاديين بينتخبوا وعايزين يعملوا مجلس الشعب يصنع تاريخ مصر ودايماً الكتاب يبان من عنوانه ابتدينا جلسات مجلس الشعب الشعب المصري زي ما أنا شايف بعد كم جلسة الشعب المصري شعر بالتشاؤم الشديد من هذا المجلس وأنا بنصح نصيحة نصيحة نفسية لو سقط مجلس الشعب أمام المصريين كل اللي انتخبوهم دول مش هيرجعوا تاني للمجلس أكيد طبعاً خلاص بقى فيه واحد خدت بالك لأن يوجد شرعية ثورية للشارع للشباب اللي قاعد في الشارع ده ويجب نعرف أن فيه شرعية ثورية وهم اللي خلوهم قاعدين في كراسيهم في مجلس الشعب مش معقول أبداً أول ما هدخل مجلس الشعب الداخلي موجود لكل حتى الطفل الصغير عنده اعتزاز بنفسه وهو مولود كده فلازم نبقى احنا فاهمين إن مش معنى أنت دخلتوا مجلس الشعب ممكن تسقطوا بعد كام شهر يجي رئيس جمهور وفي حصل تغييرات فلازم أنتوا تشوفوا الناس اللي في الشباب اللي قاعد في الشارع ده عايز إيه الفجوة الواسعة قوي ده ما بين الناحيتين إزاي نقربها؟ نقربها بحاجات كتيرة جدا لازم هم يعرفوا إن العهد اللي فات ده خلاص انتهى وإن إحنا بنبتدي عهد جديد وإن إحنا اللي ده الحرية مش هيرجع تاني اللي هطلع من الأم مش هيدخل فيه تاني خليه دكتور يعني قبل ما هدك تكلم فلازم هم يقفي لغة حوار طبعا ما بين المجلس والناس الصوار لازم يقفي لغة حوار متواصلة ما بينهم يشوفوا قراءهم والطيارات كلها عايزة إيه ويلبوا رقبة الشارع المصري وما فيش اتهام لأي واحد بيعمل افتصام وعملية التخوين والتفرق وبقطع النسيج المصري ده مش في مصلحتنا ولا في مصلحة مجلس الشعب ولا مصلحة حد ده اللي هي وقف عجلة الانتاج على فكرة عجلة الانتاج هتوقف بإن إحنا مقطع النسيج الشعب المصري مش إن يحصل اعتصام يطالب بحاجة أو إن الحرية التعبير بكفولة نتكلم بقى على حرية التعبير وعلى الديمقراطية في الفترة الأخيرة دايما نسمع تصريحات الشعب المصري بقيله 30 سنة عايش في عهد ديكتاتور فبالتالي الفترة اللي جاية هو لسه بيشهد الديمقراطية دي الأول مرة وبنأكد كل يوم في تقريبا كل الصحف إن صعب قوي على أساس إن الديمقراطية ده شيء يعني صعب ومستحيل وإن الشعب المصري ده أطفال مثلا مش هيدروا يحسنوا استخدام الديمقراطية فطول الوقت بنوعد نقول للشعب على فكرة أنت مش هتحسن استخدامها ده بيأثر إزاي عليهم بص حضرتك الديمقراطية الديمقراطية بدام أنا لا أضر ما فيش ضرر بالآخر يعني زي مثلا فيه اعتصام أنا لم أضر حد ولم أكبر أحد إنه ينزل معي فاعتصام سلمي يبقى إذن مفيش خطأ في الآخر يبقى ده منتهى التقدم ومنتهى الحرية وبعدين اللي بيقولوا إن إحنا هنحن حدث أقول لك حاجة بقى الكلمة اللي حضرتك بتقولها دي تعرف أول واحد عمل اعتصامات في العالم من الشعب المصري سنة الثلاثين في حق الحق في الدولة الثالثة بتاعة رمسيس الثالث طب ده تاريخ بقى يعني ده تاريخ كان ساعتها كان فيه مشكلة في حكاية الأمح والحبوب والعمال راحهم طلعوا بلطاجية زي البلطاجية اللي عندنا بيطلعوا كده مش عارف بيجيبوهم منين نفس القصة حصلت راحهم سرقين فلوس العمال فالعمال أول مرة في التاريخ يحدث اعتصام في العالم في مصر في عهد رمسيس الثالث يعني معناها إن إحنا تاريخنا وموجودة في إيطاليا في تورينو في إيطاليا بردية بتحكي اعتصام عمال الحبوب بتوع الشعب المصري في عهد رمسيس الثالث وقعدوا مضربين لما خدوا حقوقهم من الحاكم سعيد المعتصمين يا دكتور برد فإحنا اللي يجي يقول إحنا لسه هنجرب الديمقراطية ده زكت من أيام رمسيس الثالث يبقى إحنا ده إحنا شعب عريق في الديمقراطية بس يمكن عندنا تضخيم الأمور وتضخيم الأقويل ده إحنا اللي علمنا الناس الديمقراطية ده الشعب المصري فطريا شعب حر شعب يعتز بذاته نرجسي شعب مسالم إلى حد كبير يحترم الرأي الآخر ليه إحنا عايزين نفتته طيب ما هنيجي بقى يا فندم لم يمكن أحداث برسعيد والمسبحة الأخيرة وشفنا قد إيه إن فيه تصريحات يعني مالية موجودة في كل حياتي عم فكرة إن الشعب المصري ليه يسيب الشعب المصري يعمله كده في بعض أنا عايز أقول لحضرتك حاجة أحداث برسعيد بالرؤية السياسية النفسية اللي خطط فيها إبليس ليه بقى اختار البيئة المناسبة للمكان اللي يعمل فيه هذا التخطيط فالشعب المصري فاهم كويس هو اختار برسعيد ليه برسعيد بيعتبرهم شعب ثوري وشعب بيحب اللعيبة بتوعه بيحب طبيعة خاصة واختار التعصب وفي نفس الوقت عجلة إعلامية ابتدت تشعل الفتنة وحطت البيئة المناسبة لهذا الموضوع فما فيش حد وطبعا إلا وراها وراها زي ما احنا عارفين ولا يخفي على الشعب المصري إن الشعب المصري يعني ذاكي بطبيعته فاهم كويس لعلمة الزكاء في القرى أكتر من المدن وممكن يكون في الأمي أكتر من المتعلم وممكن يبقى متعلم وتعليمه عالي وأمي سياسيا طب أما أنا أوسرة أتكلم أنا عايزة أقول يعني الأمية اتفضل يا حضرتك أما أوسرة أتكلم مع الشعب حضرتك نفسك بتقول إنه هو شعب زكي جدا وبكلمه طول الوقت على إنه ساذج جدا يعني حدايك في كلامك قلت لا يخفى على أحد مين اللي قام بواحد مين ثلاثة فحين إنه إحنا كل تصريحاتنا بتأكد إنه لا فيه طرف ثالث وفيه الله لا 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 يعني إحنا بنعله برضو على إنه استخفاف بزكاء شعب ليه حضارة زي ما حاكلت حضرتك ما ينفعش الكلام ده خلاص وخلاص الشعب المصري يعني فاهم مين اللي وراء هذا الموضوع عشان كده بقولك ده القشة يعني قسمة ظهر البعير بمعنى إن مبارك لازم المخلوع لازم يحاكم والشعب دلوقتي بيصر أكثر على ذلك ومصر أكثر على اتخاذ إجراءات ثورية في المحاكمة ما لاقيش المخلوع طلع ببراءة بالمحاكم الجنائية تبقى مصيبة هيحصل إيه للشعب بس هاي تريد لأ يعني إحنا مش عايزين وبعدين أنا عايز يعني عايز أقول للشعب المصري حاجة معينة ما فيش حد أولا يعني عايز أقول إيه إحنا عملنا الثورة في 25 يناير وصحيح إن إحنا يعني ما حققناش حتى الآن أكثر من 25% من الإنجازات الثورة في السنة اللي فاتت دي أو من 25% من الإنجازات اللي هي المفروض تتحقق في السنة الأولى ما عملناش منها غير 25% ده صحيح لكن ما فيش واحد بيتولد بيجري ده صحيح هل في طفل بيتولد بيجري ما بيحصلش ربنا لما خلق الدنيا خلقها في 6 أيام صحيح فلازم نعرف إن الثورة بتاعتنا في مراحل إحنا بنمر بيها وتأكدوا تماماً إن المراحل اللي إحنا بنمر بيها دي هتتغير تماماً خلال سنة وهتتغير للأحسن متفاعل متفاعل جداً ده أنا عايز أقولك شوفي الزكاء لتاع الشعب المصري لما حصل انتخابات مجل الشعب أنت شفتي قد إيه ملايين نزلوا مجل الشورى إيه اللي حصل لا الإقبال كان ضعيف جداً جداً ده يدل على إيه في وعي سياسي في الشعب المصري إن هو عارف إن مجلس الشورى ده حاجة مكلفة وحاجة لا حاجة مكلفة للدولة مليارات بتتصرف على ناس قاعدين وما بيعملوش أي حاجة فالناس قطعوا الانتخابات تماماً وعشان كده أنا بقول إيه بيبقى فيه رؤية بقى هنا الاتصال بالشارع أنا ما شوف الرؤية دي أقولي مجلس الشورى ده لازم نحل مجلس الشورى لأنه الشعب مش راضي عنه لو كان راضي عنه كان نزل للملايين عشان تنتخبه الشعب زاكي عارفني دي مليارات بتهضر وحق بيها للإنسان الغالبان البسيط اللي مش لاقي شقة ولا مش لاقي أكل ولا مش لاقي أي حاجة لازم يحصل تغيير جزري التغيير ما يحصلش يعني لازم إحنا دلوقتي يعني مثلاً الإدارات كلها المجالس المحلية اللي هتحدث كل دي لازم تتلغي حاجات كتيرة إحنا الشعب المصري موجه اتجاه فيها إن هو بيقول أنا مش عايزها لأنها فيها فساد ومستشري فيها الفساد ومش هينفع فيها أي بناء بس يا فانت ما هو إحنا بنتكلم بس ما حاجاتش بيسمع زي حاجة تانية لا لا كله بيسمع الضغط السوري والشباب اللي قاعد في الشارع وال اللي هو أنا يعني بصراحة يعني إحنا ما عملناش اللي هو عمله إحنا عدنا 30 سنة كلنا قاعدين على الكراسي بنتكلم وندي تصريحات وبيانات الشعب ده لعمل الواقع الفعلي للثورة هو اللي نفذ وهو اللي حط حط الناس دي في مجلس الشعب هو اللي حط قيادات تحكم البلد الآن ويعني لازم نستجيب ليهم ويبقى فيه رؤية ليهم يعني واضحة طب يا دكتور الشعب بقى نفسه يعني دي أعتقد كلها طلبات ممكن تكون من القائمين على البلد الشعب لو موجود عندك دلوقتي وعايز تطلع له روشتة إيه اللي يعمله في الفترة الجاية عشان ما يمشيش قوي قوي في خط الأحباط والاكتئاب ونحاسس إنه خسر كل حاجة ويبتدي بقى يتعامل مع الأمر طول ما احنا بننزل وبنعبر عن الرأي وبنشارك مشاركة إيجابية ده تفريغ نفسي ودليل إن فيه طاقة إيجابية موجودة ايه إمتى أنا أشعر إن روشتة بتاعتي بازت وما نفعتش لو ما لقيتش الشباب الثوري ده بينزل يعبر عن نفسه لما لقيتش الشباب الثوري ده في طلبة المدارس وفي الجامعات بيعبر عن نفسه وشباب الصوار بيقول رأيه الرشتة ليهم عبر عن نفسك في كل مكان رأيك الحر وصله بكل واحد إنتوا بدأتوا طريق الحرية وطريق الحرية طويل وإنتوا اللي صنعتوا البلد وتاريخها الجديد وإحنا كلنا معاكم وبنقيدكم لأنه كنت قدوة لنا معاكم أصغر مننا لأنه إحنا معرفناش نعمل اللي إنتوا عملتوه دكتور بجد أشكرك على الكلام اللي دينا تفاقل لأنه إحنا بصراحة كنا جايين مكتئبين عشان نقوم بس صراحة مع حضرتك فعلا كنا جايين مكتئبين وقلنا إحنا بقى ندخل بقى حزب البابل نوع بس يومين كده طاقة ونرجع بقى أشكرك يا دكتور ده أنتوا الأصل بتاع الصور أشكرك يا دكتور وصورة مستمرة إلى آخر نهاية العالم يعني إحنا هنبقى مستمرين في صورة دائمة صورة على كل الفساد صورة على كل ظالم صورة على كل حاجة غلط لازم نبقى مستمرين في هذه الصورة كل دول العالم كده كل دول العالم متحضف في صورة دائمة دكتور أشرف سليم استشاري طب النفسي وأستاذ علاج السموم والإدمان بالقاصر العيني فنشكر حليك جدا الله يخليك يا فادي ربنا يخليك ننتقل لفاصل ونروح نكمل معاك وباقي فقرات نهارك سعيد